لدى استقبال سموه لمجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن من حق الصحفيين علينا أن نكون معهم في أي وقت لدورهم التنويري والتوعوي ودفاعهم الدائم عن بلادهم البحرين وإنجازاتها وتصديهم لحملات التشويه والإدعاءات الكاذبة وقال سموه للصحافة بكتابها وصحفيها والإعلاميين كل التقدير منا على جهودهم ونفخر بأقلامهم وكتاباتهم لما تتميز به من روح المسئولية الوطنية تجاه الوطن وشعبه في لم الشمل وحشد الصف الواحد وفي درء الفتنة شاد سموه بالدور الذي تقوم به الصحافة الوطنية في الارتقاء بالرأي العام وتنمية مدركاته تجاه مختلف القضايا المحلية والدولية في إطار من الموضوعية التي تعكس مدى ما واصلت إليه صحافة البحرين من تطور وازدهار وأضاف سموه أن الصحافة البحرينية ذات تاريخ عريق من المهنية والعمل الرصين القائم وترتكز على إرث طويل أسهمت في صناعته أجيال متعاقبة من الصحفيين والكتاب المتميزين الذين استحقوا أن تخلد أسماءهم في ذاكرة الوطن بكل فخر واعتزاز فيما أشادت جمعية الصحفيين البحرينية بالدعم اللامحدود والتقدير المشهود الذي تحظى به الصحافة والصحفيين والإعلاميين من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وهو دعم موضع اعتزاز وفخر وتقدير وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر سموه بالرفاع مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة السيد مؤنس محمود المردي وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد حيث هنأهم سموه بمناسبة حصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية معربا سموه عن تمنياته لهم بالنجاح في تحقيق أهدافهم في الارتقاء بمهنة الصحافة النبيلة وتحقيق تطلعات الصحفيين وحيا سموه جهود الصحفيين البحرينيين في الدفاع عن مملكة البحرين وإبراز ما تحقيقه من نهضة حضارية وتنموية في مختلف المجالات مشيدا سموه بما تتميز به الصحافة البحرينية من درجة عالية من التواصل والقرب من المواطن والتعبير عن احتياجات المجتمع ونواه سموه إلى حرص الحكومة على دعم جمعية الصحفيين وتوفير كافة السبل التي تهيئ لها القيام بدورها في خدمة الصحفيين إيمانا منها بأهمية الكلمة الصادقة والأمينة في نهضة المجتمع وتطوره وقال سموه للصحفيين صوتكم مسموع ويحظى بكل التقدير ويجب أن تكون الرسالة الإعلامية والصحفية محفزة لكل ما يعز من وحدتنا الوطنية وتماسك النسيج المجتمعي وأن يكون صالح الوطن وتقدم شعبه هو الغاية التي يعمل من أجلها الجميع كما أكد سموه أن ما تشهده المنطقة من حولنا من تحديات أثرت على أمنها واستقرار شعوبها وإطلبوا أن نكون أكثر وعياً ويقضى وتمسكاً بقيمنا الأصيلة في التآخ والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد وأشاد سموه بما تزخر به الصحافة البحرينية من كفاءات وطنية وطاقات شابة استطاعت بأقلامها ومقالاتها تعكس مدى التقدم الذي وصلت إليه حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين في إطار من المسئولية التي تدعم الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وما تحقق من مكتسبات في مختلف المجالات وقال سموه إننا فخورون بما وصلت إليه صحافتنا البحرينية من مستويات متقدمة في الفكر والتحليل وبما تتبعه من خط إعلامي يسعى إلى نشر المعرفة والعلم والتنوير ويجب أن تستمر الصحافة في القيام بهذه الرسالة النبيلة من أجل تقدم المجتمع ورقية كما أشاد سموه بالدور الذي تقوم به الجمعية الصحفية البحرينية كإطار جامع يعبر عن تطلعات الصحفيين بمختلف توجهاتهم داعيا سموه الصحفيين إلى تسخير أقلامهم في كل ما يحفظ للوطن أمنه واستقراره ويحمي المجتمع من عوامل الفرقة والانقسام من جانبه عرب رئيس جمعية الصحفيين مؤنس المرضع خالص شكره والتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الدعم والمساند المستمر للصحافة والصحفيين في المملكة مؤكدا أن تقدير سموه المستمر وإشادته الدائمة بهم يمثل وسام فخر يعتز به كل الصحفيين ويحملهم مسؤولية كبيرة في مواصلة الجهد والعطاء من أجل الوطن كما أشاد بتوجيهات سموه السديد ونصائحه التي تعكس مدام يتمتع به سموه من حكمة ورؤية ثاقبة وحجم ما يحمله من مودة وتقدير للصحفيين وهو الأمر الذي يشكل مصدر إلهام لهم في أداء رسالته من نبيلة مؤكدا أن الصحافة البحرينية في ظل رعاية سموه ستظل في مقدمة الصفوف في الدفاع عن الوطن والتعبير عما يشهده من تطور في مختلف المجالات